تعالى كده ما اقول لك ازاي تبدأ في مجال البرمجة لو انت في حسابات ومعلومات او حتى مش في حسابات ومعلومات وايه افضل لغة تبدأ بها في مجال البرمجة هلينا نبدأ في الاكثر على طول واهلا بكو فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور معاقع قبل ما نبدأ لازم برضو ونرجع ونقرر دايما ونقول ايه هو اصلا البرمجة او ما هي البرمجة البرمجة هي مجموعة من الاوامر او الاكواد البرمجية السطور او الانستركشنز اللي بتتنفذ بترسيب معين اللي هو الالجوريزم او الخوارزمية عشان تطلع ناتج معين حد حيقولي برضو مش هام اوي يعني طبعا نصف اللي فهمه خلص الناس اللي مش فهمه بقى انت دلوقتي عايز تعمل اكلة عايز تعمل ملوخية مسلا فلازم حد يديك الوصفة اللي هي مجموعة الخطوات او الاوامر اللي تبدأ تنفذها هو ده الالجوريزم عشان تبدأ تعمل الملوخية دي وده كمان في الوبجيكتوريان تدليه وصفة تاني او اللي هي الاو او بي بعد كده حتعرفها مستقبلا ناعك لسك بشكل عام كده هي مجموعة خطوات حتنفذها عشان تطلع حاجة معين انت هنا هو الكمبيوتر انت بقيت الانة اللي بتنفذ الخطوات ان المبرمج من دهالك عشان تنفذ الحاجة دي طيب ليه نتعلم بقى البرمجة اكيد عشان حاجات كتير بس مش عايزك تقول من ضمنها انت فلوس مية في المية احنا بنتعلم اي علوم في الدنيا عشان الفلوس طبعا بس مش انا داخل برمجة عشان فلوس فقط لو عايز فلوس ما تشوف لك تجارة حاجة تكون انت بتفهم فيها اي مكان انما مش عشان سامع ان البرمجة فيها فلوس تدخلها على طول البرمجة مش مجال سهل البرمجة مجال بيحتاج تفكير جدا بيحتاج عدد الصعاد كتير قدام الكمبيوتر بيحتاج خبرة عشان تقدر تجيب الاركام وده اللي احنا قلنا في الفيديوين اللي قبل كده اللي فاتوا اللي قبله يعني هتحتاج حاجات كتير جدا فتتعلم البرمجة عشان هنقول الفلوس برضو بس مش كل حاجة عشان تطور من ذاتك عشان كمان انت حابب المجال نفسه دول اهم تلت اسباب حابب المجال تطور من نفسك في تفكيرك وفي كل حاجة وحتحسن حاجات كتير وبردو عشان الفلوس ما ينفعش تقول انا داخل اتعلم فقط لا غير فيه ناس كتير بتقول لك كده انا عايز اتعلم عشان نفسي لكن لأ تعلم برضو وكسب منها عادي لاذي لأフلالي تقعد 3 سنين في شركة تتضرب مثلا وما تاخدش فلوس لا اتعلم عشان تاخد فلوس وطبقى زال فل طيب هل بقى حاسبات ومعلومات اساسية لتعلم البرمجة ركز هنا السؤال بيقول لك اساسية لتعلم البرمجة مش اساسية للشطن في البرمجة اساسية للشطن دي اكلام نعلنه في فيديو بر Pharton لكن هي اساسية لتعلم البرمجة عشان تتعلم الكود وتتعلم ازاي تبارمانج تعلم ازاي تعمل هل لازم تكون خريك حاسبات ولا لأ الاجابة لأ المجال ده تحديدا هو اكتر مجال اتهرس في كل المنصات في يوتيوب في المنصات التعليمية المختلفة على فيسبوك على مواقع زي هتلاقيه مصادر ما لاش عدد وهو اكتر مجال اتهرس في اي حتة اسأل اي واحد في الشارع حيقولك هلور لدعاية جيك فالس فهم اكتر المجالات اللي ليهوا مصادر كتير بس انت لازم تاخد بتاعة المجال بتاعك او بتاعة الاساسيات من مصدر سك انا مش هقولك اه هو عندي كل او اغلب الرودماب لاغلب المجالات بس مش عايز تلتزم بها براحتك بردو اسمع من شخص سكة عادي يعني اي حد سواء هتسمع لي او تسمع لحد تاني اسمع لحد سكة وتأكد انك ماشي على صح اسمع كل العراء ده مش غلط على فكرة انك تسمعني وتسمع ده وتسمع ده في الاخر قيم انت الوضع شوف اللي حيرياحك فيهم ايه ويمشي على انهي الرودماب او انهي ما صارش يتعلم البرمجة تعال بقى اقولك على الرودماب الخاصة باساسيات البرمجة وتختار انهي لغة وبناء على ايه وليه اصلا فيه لغات برمجة كتير واستخداماتها وكلام ده مبدعين كده لغات البرمجة هي الوسيلة اللي بتوصلك ان انت تلفز الانجوريزم المعين حد حيقولي برضو يعني هنا رجع تاني مش فاهمين دلوقتي اللغة بسي بلاس بلاس بايسون جاوفا اي مكان اللغة دي بتتحول في الاخر دايما لحاجة اسمها ماشين كود الماشين كود بيكون من هكسا فايل وتحت الهكسا فايل على طول البايناري والوزيرو اللغة الزيرو دول اللي بيفهمهم البروستسور بتاع الكمبيوتر عشان يقدر من ثلاث وحدات الكنترول يونت والانيو والرجسترز يفهم انه هو حيعمل بالزبط عشان ياخد انبوتس يجمعهم في الاليو او يعمل عليهم اند و اور ويعمل بحاجات لوجيكل وحاجات منطقية وفي الاخر بيطلع الاوتبوت سواء لكارت شاشة عشان يعرض سواء لمسلا سماعات عشان الصوت يطلع والترددات بتاعته بكلام ده فيبدأ يعمل بروستس معينة عشان يطلع لك الاوتبوت بتاعك فهو ده هدف الكود بس احنا مش هنعرف كبنة قدمين عاديين كده ان احنا نتعامل بالماشين كود بسهولة الماشين كود اللي برمجهم ناس هم عارفين بتاعت او بتاعت مكان او كده انت حتتعمل زي معك كده فهم قالوا لا احنا نبسطها شوية واحنا هنعمل لغة برمجة وتحتها فبقى دي برضو هي لغات برمجة عندك بقى لغات كتير جدا عندك عندك بايسون دول اشهر اتنين عندك جاوفا عندك جاوفا وعلى فكرة في فرق كبير بين جاوفا و جاوفا سكريبت متخلطتش بينه عندك روبي او ريالز او روبي بشكل عين عندك سي شارب عندك جو عندك دارت الخاصة بفلوتر فعندك بصنا نجمع تسع الغيب دلوقت هي عشوائيا حتى انا مش محضرهم على اي حاجة ففي لغات برمجة كتير جدا بس نصيحة اغلب الناس انك هتبدأ بلوقتين بايسون و سي بلاس بلاس فيه اللي سيقولك جاوفا و فيه اللي سيقولك جاوفا ستريبت هقولك ليه اللي اتنين دول لأ يعني دلوقتي بقولك لأ و هقولك ليه مبدأين او انت عايز تبدأ من سي بلاس 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 فانت من اتباع النظام القديم والنظام القديم انا لغات دلوقت شاربه صحة مش غالب بيقولك سي بلاس بلاس هي من اللغات الصعبة شوية التقيلة اللي فيها object oriented واضح وصريح الـ object oriented بتاعها فيمكنك انك تسعمل حاجات على اصولها شوية غير ان هي لغة تعتبر low level شوية او مش high level قوي عشان يعني بتتعامل معها بسهولة فهي قريبة سنة من machine code كان في من بيقولك انا عايز اغير المتغير ده في الميموري في الريمات فيقولك خد روح خد مفاك وروح اغيرها فهي سي بلاس بلاس بتعاملك معاملة وحشة يعني في الـ variables في الـ data structures بتاعتها يعني بتعاملك انك لقيت اتعب شوية واكتب لي كل حاجة مش انا هحللك المشاكل بتاعتك بنفسي فدي نقطة قوة فيها وفنسرقت نقطة صعوبة لو انت يعني مش بتحب الحاجة الصعبة قوي طيب حد حيجي يقولك بايسون بايسون مميزاتها ان هي لغة سهلة سريعة لغة سالسة قوي لغير ان هي منتشرة في مجالات كتير ممكن تعمل بها web ممكن تعمل بها desktop ممكن تعمل بها AI او تدخل في مجال AI ممكن تدخل في حاجات كتير ولغة سالسة في الاساس يعني هي مش صعبة كتابتها الخرص زي سيب لاز براس بس ده برضو نقطة عيب فيها وده المذهب الحديث بيقولك كده انك تعلم بايسون اول عشان سهلة فعيبها هي سهوليتها الزيادة حتيجي تتعاون مع جوابا سكريبت بعد كده مع جوابا حتى تتعاون مع اي لغة بعد كده حتلاقي اللغة دي بقت اصعب كتير ومش هتعرف تتعامل لغة بسهولة طيب ليه بقى جوابا وجوابا سكريبت لأ جوابا 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 حاجة بشعة فيه ناس تتحبقه وهي لغة صعبة وتقيلة وهي عبارة على الوجبت اصلا بس مش لازة او كاساسيات هتلاقيها صعبة جدا والكتابة فيها كتير عشان تكتب بس هقولك مثاله عشان تعملها سي بلاس بلاس وتطبع كلمة هلو ارلد جوابا حتلاقي سيستم دوت اوت دوت برينت لينب بين كوسين الهلو ارلد طبعا فوق هتعمل امبورت لازم للمكتبة وعشان اصلا تعمل سي ان او اللي هي تجليد داتا هتلاقي خطوات كتير زي اللي قداما دي لكن هنا هتعمل سي ان وتدخل داتا من الوزر على طول ما فيش اي مشكلة بايسن هتقولك على طول برينت هلو ارلد او برينت والسؤال وجنبي الفاريبول يبقى انت كده طبعة الاجابة على طول فشوف فروض الصعوبة والصولة باللغات البرمجة المختلفة عشان كده جوابا من اللغات التيلة اللي بنصحك بلا شمالها جوابا سكريبت متخصصة في مجال الويب فقط دخلت بعد كده في مجالات تانية بس هي لقطة قوتها قوي مجال الويب عيبة الجوابا سكريبت هي اللوجيك بتاعها مجنون شويتين اللوجيك بتاعها ما تفهم ليوش كده ملوش مالكة اللقطة مش كويسة من جوابا سكريبت يعني انك تندق بيها وهي لغة برضو مش قوية او مفاش object oriented بالمفهوم بتاعه السهل زي اللي احنا عارفينه هتلاقي طريق كتبتها غريبة شو عم بقى اللغات لان هي اساسها ويب وبيترانها على بروزر هتلاقي مش لغة كده تفهمك البرمجة بشكل عام زي بقى اللغات ده غيرا ان هي اساسها لغات front end في الويب يعني حتى مش back end مش هتعرف تتواصل بسيرفر ولما تيجي تجرب بي اتش بي مثلا او سي شارب او غيرها ايه ده ايه اللغات الغريبة ايه كتابة طريق الكتابة نفسها بتتقود هتلاقيها غريبة عليها هنجي الاخر جزئية للفيديو وهي مصادر تعلم البرمجة احنا قلناها من شوية برضو بنكررها تاني ان البرمجة مش حكرة على حد البرمجة ليها مصادر اونلاين ليها مراكز تدريب كتير كده وقرصات كتير جدا في الاي تي اي يعني ما رشح عليكش قوي برضو في مصادر كتير وانا ارشح لك اول مصدر هو الانلاين مي اليوتيوب مجاني تماما مش عاقبك كده او انت مش بتعرف تقعد على الكورس ونذكره يعني حاول برضو ما زبطتش معك اوي خلاص هتضطر للوفلاين فاقرب مركز تدريب كورسات برمجة او ورش عمل ووركشوبس للبرمجة عالدك بس هتدفع طبعا مبلغ محترم وانا شايف انك ما تصنع بلاش خليك في المجاني احسن اما بخصوص شفص مهين او او اي ارشح لك حد معين دي مطروكة لك بالكامل شوف كل المصادر يا سيد زي ما قلتك في الاول في الروت ما برضو شوف كل المصادر شوف كل المصادر وشوف انهي اللي شرحه وانده متقبله اكدر وبس ده كان فيديو العرض اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم اغفتكم لو عجبك من ده انساش تقديني احلى لايك ما تنسى نشوف الحلقات والحكاية توقف كورسات اللي فادوا استنى الحلقات والحكاية توقف كورسات اللي جاة وانزل الاشتراك في القناة لكي اصل لك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهواء